كيفية إنشاء مقاطع الفيديو والإعلانات بواسطة الذكاء الاصطناعي أكون مجموعة من الطرق تخلي تصميم الصورة بالذكاء الاصطناعي مهمة أكثر من مجرد إنشاء صورة مثلا إنشاء مقاطع الفيديو أو الصورة المتحركة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي مثل التيك توك واليوتيوب في هذا الفيديو أبدأ مع ليوناردو اي اي لتحويل النص إلى صورة بعدها أستخدم بعض الأدوات لتحويل الصورة إلى فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأسبوع القادم رح أشرح مجموعة ثانية من أدوات تحويل الصور إلى فيديو وأدوات إنشاء الأفاتر لذلك اشترك بالقناة حتى ما تفوتك الحلقة خلينا بدي رح أشرح أداة ليوناردو اي اي لإنشاء الصور عالية الجودة من نص بسيط هي من أفضل أدوات تحويل النص إلى صورة ومنافس قوي للميت جيرني بالنسبة للميت جيرني أكو حلقة مفصلة عنه وطريقة استخدامه ومقارنته مع بعض الأدوات الثانية الرابط موجود بالوصف الحلقة نفتع لليوناردو اي اي وطريقة استخدامه زور الموقع ونشأ حسابه عن طريق أدخال الاسم والبريد الإلكتروني نسوي تفعيل الحساب من الإيميل بعد نسوي بعض الإعدادات حسب اهتماماتنا ونضيف اسم المستخدم نستكشف الواجهة وبالأعلى نشوف موديلات التصميم جوا هنلقى الأعمال الجاهزة نقدر نستفيد من نص الصورة أو نقدر نسوي لدونلود حتى نبدأ بكتابة نص لإنشاء صورة نختار الـ AI Image Generation من يسار الشاشة بعدها اكتب النص اللي تريد خانة النص بالنهاية انقر على إنشاء راح ياخد شوية وقت لإنشاء الصورة نقدر نغير نماذج وأنواع التصميم من القوائم الظاهرة أمامنا من يسار الشاشة نقدر نغير عدد النتائج وابعاد الصورة بالنهاية نقدر نسوي دونلود للصورة نبدأ شرح أدوات إنشاء فيديو مع الـ Pica Labs بعد زيارة الموقع نضغط على Join Beta وبعدها نقبل الدعوة ننتقل إلى الـ Discord على يسار الصفحة أكو مجموعة من غرف الدردشة نختار واحدة من الغرف اللي تبدي بـ Generate بهذه الغرف نلقى أعمال الناس وطريقة كتابتهم للأوامر نقدر نسوي إعجاب بالأعمال أو نسوي لدونلود من المهمة الانتباه إن مدة الفيديوهات ما تتعدد للثواني وهذه من عيوب الأداة لإنشاء فيديو مدة أطول نقدر نسوي مجموعة فيديوهات وندمجها حتى نسوي فيديو نبدأ بكتابة الـ Backslash بعدها Create وبعدها الوصف الخطوة البعدها نضيف صورة عن طريق النقر على More ثم Image نختار صورة من الـ Computer وهذه النتيجة النهائية بعد تحميل الفيديو على حسابنا بالـ TikTok أداة الثانية هي اليابيكس التحريك الصور بعد الدخول للموقع ننقر على Upload ونحمل صورة بكل بساط على يسار الشاشة أكو مجموعة من الاختيارات التعديل على الصورة مثل زيادة وقت التحريك أو نوع التحريك أو نقطة التركيز وغيرها لحفظ الصورة نضغط على Share وبعدها نختار نوع الملف وبعدها Save ممكن نستفيد من هذه الأداة للمساعدة في تحويل الصور ثنائية الأبعاد إلى صورة ثلاثية الأبعاد مثل ما راح أوضح بالأداة القادمة نقدر نستفيد من هذه الأداة لإنشاء إعلانات في منصات التواصل الاجتماعي مثلا ناخذ مجموعة من صور البراندات وبعدها نحرك كل صورة بعدها ندمج الصورة المتحركة نحصل على الإعلان المطلوب الأداة الثالثة هي الإنستافيرس هذه الأداة تتحول الصور إلى بيئة ثلاثية الأبعاد أول شي نسوي حساب عن طريق إدخال الإيميل ننتقل إلى الإيميل لتفعيل الحساب بعدها نعين اسم وستخدم كلمة سر أسا نحن جاهزين لإستخدام الأداة بس قبل نرجع للأداة السابقة ليا بيكس حتى نحول امتداد الصور ونخزنه بأسلوب الديبث ماب حمل الصورة وبعدها نصفر الاختيار ايج دايليشن بعدها نخزن الصورة بعد اختيار الديبث ماب نرجع للإنستافيرس من على يسار الشاشة نختار 2D 3D mode ونشوف مثال توضيحي على أمكانيات الأداة نقدر ننقر مرتين لعرض البيئة بدون أدوات التعديل وبالتالي نقدر نصور الشاشة على شكل فيديو لإظهار الإعدادات مرة ثانية اضغط على الـ ESC من الكيبورد من يسار الشاشة نحمل الصورة بامتداد الديبث ماب بعد النقر على الديبث ماب بعدها من نفس المكان نقوم بتحميل الصورة بامتداد عادي بعد النقر على الـ 2D Texture بعدها نلاحظ تكوين بيئة ثلاثية الأبعاد للصورة الأداة الأخيرة هي الـ Animated Drawings هذه الأداة نقدر ننشئ مقاطع كارتونية بسيطة أرسم رسمة بسيطة وأخذ الصورة للرسمة بعدها نحمل الصورة للأداة من الضرورة تكون الأيدي والأرجل واضحة يعني غير ملتسكة حتى نقدر نعين نقاط التحريك نحدد الجزء اللي يريد نحركها من الرسمة وبعدها نحدد نقاط التحريك الخطوة الأخيرة اختيار الحركات المطلوبة للرسمة على يسار الشاشة نقدر نغزم فيديو لكل رسمة عن طريق اختيار رمز التقاطم الموجود أسفل الشاشة بعدها النقاط الثلاثة وبعدها دعين لوغ طبعا نقدر نعدل على نقاط التحريك عن طريق الضغط على الفيكس الأداة بسيطة بس ممكن ننشئ بها فيديوهات مضحكة بالنهاية استخدم الأدوات بنفسك واكتب لنا رأيك بالتعليقات إذا عجبتك الحلقة انشر قوية الأصدقاء وادعمنا بلايك مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر